عندك ممكن تجيب مديلي او اتنين او تلاتة بكل سهولة خلينا نروح لخبرنا اللي بعد كده ولا ولا يقب الخماس الحديث ودائما منجيب اخبار الخماس الحديث لانه من احد الالعاب المرشحة بقوة لحصد مديلي او اتنين في اولمبياد باريس كان ملعابه بطولة بلغاريا تلات مديليات حصيلة منتخب مصر في كأس الخماسي ببلغاريا نجوم منتخبنا الوطني للخماسي الحديث حققه تلات مديليات في بطولة كأس العالم اللي تلعبت في الفترة من 17 مايو اللي احنا فيه المديليات دي جات بواقع بفضية وبرونزيتين وكانوا من نصيب فضية لمهند شعبان وبرونزية لمحمد الجندي وفي منافسات فرد رجال اما البرونزية التانية فكانت من نصيب ملك اسماعيل في منافسات فرد السيدات ولو رحنا لمنافسات الرجال هلأ ان مهند شعبان حقق الفضية بعد محقق 1500 نقطة وجيم بعده محمد الجندي برصيد 1498 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الفرنسي بيير واللي فاس بالذهب بمجموع 1502 اما ملك اسماعيل في حققات البرونزية بعدما حققت 1399 نقطة وكانت الزهبية من نصيب بطلة المجر 1400 نقطة وجاءت في المركز التاني لعبت منتخب بريطانيا برصيد 1396 منتخبنا كان مشارك بالبطولة بقائمة مكونة من محمد الجندي مهند شعبان معتز وائل هيدي عادل سلم ايمن اميرة انديل وملك اسماعيل وتكمن اهمية البطولة طبعا كونها من افضل بطولات على مستوى العالم وتحسين التصنيف المصري قبل انطلاق اولمبيات 2024 عشان طبعا اكيد ده هيحطك في مكان جيد في بريس 2024 هنروح للجنباز والحقيقة الجنباز عندهم اعياد وفرحانين طبعا بعد تأهل ملك حمزة وسيف اسماعيل يضيفان مقعدين جديدين للجنباز المصري في اولمبيات بريس ان شاء الله ملك حمزة وسيف الدين اسماعيل لعيبة منتخبنا الوطني للجنباز اتأهلوا الامبيات بريس اللي جاية باذن الله بعد فوزهم بزهبية بطولة افريقيا للجنباز الترامبولين واللي تلعبت في تونس يوم 10 و11 مايو اللي احنا فيه منتخب جنباز الترامبولين ككل فاز بلقب البطولة بفارق كبير عن اقرب ملاحقيه بعد فوزه ب13 ميدالية وجمع 10 دهب و1 فضة و2 برونز مصر فرضت كلمتها على بطولة افريقيا للجنباز في الفترة الاخيرة وقدرنا نتأهل بعشر لعيبة وده رقم مميز جدا فهنلاقي اننا تأهلنا بفريق كامل من الجنباز الاقاعي ولاعب ولاعب في الجنباز الفني وهم عمر العربي لاعب الاهلي وجنى محمد وجنى محمد طبعا واخيرا لاعب ولاعب في الترامبولين واخر اللاعب ولاعب في الترامبولين هم ملك حمزة وسيف الدين اسماعيل مبروك طبعا دكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجنباز ومبروك الاتحاد ومبروك كل اللاعب الحقيقة ونتمنى ليهم التوفيق اكيد ان شاء الله في بطولة العالم نروح لخبراتنا الاخير قبل ما نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا كيشو بطل المسارعة الرومانية يتأهل لأولمبيات باريس اخيرا محمد ابراهيم كيشو لعب وانتخبنا الوطن المسارعة الرومانية فاس ببرونزية التصنيف التصفيات العالمية لمؤهلة لأولمبيات باريس اللي جاية بإذن الله في منافسات وزن تحت 67 كيلو جرام مبروك يا كيشو ومستنين منك مداليا كيشو كان اختار الطريق الأصعب لتأهله ده من خلال التصفيات العالمية واللي بتشهد منافسة قوية وصعبة البطل المصري كان خسر في دور 16 قدام بطل ملدوفا ملدوفا بنتيجة 3-1 بعد ما يوصل أخير للنهاية ومنحه فرصة للأدوار الترضية وفي الترضية بقى انفجر كيشو لأنه فاس في أول ماتش على بطل كرواتيا 8-0 وبعدين اكتسح بطل سويسرا بنتيجة 9-0 بعدم التكافؤ وبعدين على بطل ألمانيا يا خبرابيات بعدم التكافؤ ايه ده فيه يا كيشو ده انت تحولت وعلشان يلعب مباراة تحديد البرونز قدام بطل كازيخستان واللي فاس عليه 8-0 ايه ده يا جماعة من بعد ما خسر دور 16 تحول حس ان حلمه بيروح ربنا كرمه بايه بقى بصوا يا جماعة اللي كسبه في دور 16 وصل خد الدهل فيبقى من حقه اوصل فينال يبقى من حقه يلعب الترضية عشان هو طلع على ايد البطل يأكل كل المنافسين ويوصل البرونزية كلهم 9-0-8 بعدم التكافؤ لغاية ما خد البرونزية ويتأهل الأولمبيات لانا اول 3 هم اللي بتأهلوا الأولمبيات كيشو بطل أولمبي وكان حق المديلة برونزية في أولمبيات توكيو اللي فاتت وكانت مفاجأة لكل لما خسر بطاقة السعود في تصفات الأفريقية واللي كانت سطفتها مصر في شهر 3 اللي فات طبعا حاجة جميلة جدا ألف مليون مبروكة كيشو الحقيقة الخبر ده ساعدني جدا لانه جاي من بعيدة انا بحب الحاجات اللي فيها هي ريمونتادة كده فكيشو عمر ريمونتادة وجاي من بعيدة الحقيقة كل التوفيق اللي أبطلنا ان شاء الله في بيعتة مصر الأكبر في التاريخ 142 لا بولعبة حتى الآن هشاركه في أولمبيات باريس نطع لفاصل عزيزي المشاهدين عشان بعد الفاصل زي ما قلنا لحضركم في الإنترو هنستقبل فريق 14 سنة أو تحت 14 سنة يقر تسالة في النادي الأهلي موليد طبعا ألفين وعشرة واللي استطاعوا أنه يفوز ببتولة المنطقة والفريق الوحيد اللي فاز حتى الآن في قطاع الناشئين بالجمهورية هو هذا الفريق هتقابل معهم ومديرهم الفني كابتن إسلام علي ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة